بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمل وإياك نستعين إن لن صغاطا مستقيم صغاطا لن يمت عليهم وإن المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أنف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هنم من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون خذوا الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم أبصارهم نشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخلعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزالهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لك الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يسرئ بهم ويمد أغيانهم يعمرون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت جاءتهم وما كانوا مهتدين مثل كمثل الذي استهوا قد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سن بكم عمي فهنا يرجعون أولئك من الماء فيه ظلمات ورعب وبرق يجعلون أصابعهم في آدانهم من الصواعف حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم من وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أهل الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبركم نال لكم تتقون الذي عدلكم الأرض فراش سماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسوة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنت مجقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين الله أكبر سمع الله لمن حل الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك نعبد وإياك نستعين إلنا الصراط المستقيم صراط الذين هل عنت عليهم غير المغضب عليهم ولا الضالين آمين آمين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واغتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يقرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأم الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأن يفروا فيعلمون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقذون عز الله مع ميثابه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضوا على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئ بأسماء فلما أنبئهم بأسماء قال ألم أقل لكم إني أعلم ويب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتون وإذ قلنا للملائكة اسجلوا لآدم فسجلوا إلا إبريس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منا وغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان وعنها فأخرج هما مما كان فيه وقل اهبقوا بعضكم لبعض العدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل اهبقوا منا جميعا فإما يأذين كم مني هلا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار فيها خالدون يَا بَنِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنْ يَا يَفَتَّقُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْلُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَغْيِمُوا وَأَغْيِمُوا الصَّلَاةَ وَآدُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الْرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ الْنَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْنُونَ الْكِتَابِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم مناقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منا شفاعة ولا يؤخذ منا عدل ولا هم ينصرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة 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 سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهلنا الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ثم اتخذتم العجر من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقيم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجر فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمنك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كنوا من طيب ما رزرناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكنوا منا حيث شئتم رودا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حقرة نغفر لكم خطاياكم وسنزيل المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا ويرى الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت من مذنتا عشرة عينا قد علم كل أناس نشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصطا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بوضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بويل الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين آنوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلن أدرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا نيثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتلوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكانا لما بين يديا وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فالد ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا نع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله نمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذنون تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحواها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكلمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتقمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون وإذا لك الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثون بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون الله أكبر سمع الله لمن حمله الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبن وإياك نستعين إهلنا الصراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عيد الله ليشتعوا به ذمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخلتم عيد الله عدا فلن يخلف الله عده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا طليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون لماءكم ولا تخرجون أنفسكم من ديانكم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أولئك تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديانهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وطفينا من بعني بغوسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا كنوا بنا أنف بل لعنه الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمعati الله أكبر الله أكبر سمعوا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة السلام عليكم السلام عليكم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهلنا الصراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم وإهل المرضود عليهم ولا الضالين آمين 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 بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فطله على من يشاء من عباده فباءوا بوضب على وضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق صدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقل جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميذاقكم ورفعنا فوقكم مؤور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عيد الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يدي وهدى وبشطى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا وَعَدًّا نَبَذَهُ فَرِيْكٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُونَ يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِيدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْكٌ مِّنَ الَّذِينَ بُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ذُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَسَوْجِهِ وَمَا هُمْ إِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَبُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُونَ مَنْ اشْتَرَاهُ مَالَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقًا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْمِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْنَ مَثُوبَةٌ مِنْ عِيْدِ اللَّهِ خَيْرِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُونُوا رَاعِنَا وَكُونُوا مُنْظُوْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَدَابٌ أَلِيمٌ ما يود الذين كفروا من أدن الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسيها نأت بخير منا أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أدن الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسنا من عيد أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا وأسمعوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عيد الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان عودا أو نصرا تلك أمانيهم قل لاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمل وإياك نستعين إن لنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم وإن المغضوب عليهم ولا الضالين وقالت اليهود ليست اليهود على شيء وهم يتنون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممنع مساجل الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والبغرب فأينما تولوا فثم وجر الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل لهما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا ضضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قال بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إنه لالله هو الهدى ولين اتبعت أهواء بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتنونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي ألعنت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم رب بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ دعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعين وإسماعين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعلنا ذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن من بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعهم قليلا ثم أضطروا إلى عدام النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وألنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا من يتلو عليهم آياتك ويعلموا الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقل اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين إذ قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعملون من بعدي قالوا نعمل إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فضل اهتلوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفي كون الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق كانوا رودا أو نصارا قل أأنتم أعلمها من الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عيده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله 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 اشتركوا في القناة 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 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول من من ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجيك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شقر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجواكم شقرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عن ما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلت بعض ولئن اتبعت أواء من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكلمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من المنترين ولكل وجهة وموليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شقر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شقر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شقر لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم صيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعال لله فمن حج البيت أب اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكل عليم إن الذين يكلمون ما أنزلنا من البينات والمدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم نعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شريد العذاب إذ تبروا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خفوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعهل وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإن المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعه بما لا يسمع إلا دعاء وللاء سم بكم عري فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ونحم الخنزيل وماء إلا دين ويل الله فمن اضطر غير باي ولا عاد فلا إثم عليه إن الله وفور رحيم إن الذين يكترون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون بي ثمنا ويشترون بي ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بقونهم إلا النار ولا يكلمون ولا يزكي ولهم عذاب أليم أولئك الذين شروا من المدى والعداب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس المر أنت والوجوكم قبل المشرك والمغرب ولكن المر أنت والوجوكم قبل المشرك والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الحر بالحر والعبل بالعبل والأنثى بالأنثى فمن العفي له من أخيه شيء فاتباعهم بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِذْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِنْ نُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِذْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ وَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْرِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونهم فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني غريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني واليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله أكبر سمع الله لمن حمله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله شكرا للمشاهدة 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 شكرا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة فإذا شكرا للمشاهدة 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 شكرا للمشاهدة للمشاهدة شكرا للمشاهدة من بينه كرا للمشاهدة شكرا 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 للمشاهدة والمسجد الحرام وإخراج أني منه أكبر عيد الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حفظت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله وفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثم ما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقونك للعفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصناح لهم خير وإن تخالقون فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمد مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحير قل هو أذى فاعتزل النساء في المحير ولا تقربون حتى يطه فإذا تطهرن فأتون من حيث أمركم الله إن الله يحب التوامين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ناكوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله من لغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله وفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاهم فإن الله وفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة كورو ولا يحل لهم أن يكتن ما خلق الله في أرحامهم إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وابعونتن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصناحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتون شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حلول الله فإن خفتم أن لا يقيما حلول الله فلا جناح عليه ما فيما افتلت به تلك حلول الله فلا تعتدوها ومن يتعد حلول الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرا فإن طلقا فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حلول الله وذلك حلول الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغنا جنهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوه ومن يفعل ذلك فطل ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجنهن فلا تعظلون أن ينكحن أزواجهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأقهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يغدعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقون وكسوتون بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار ووالدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرانا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتبوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمل وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم سعط الذين أنعمت عليهم وإن المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلون أجلن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خربة النساء أو أكننتم في أنفسكم أعلم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدون سغرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقلة النكاح حتى يبرو الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله وفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضونهن فريضة ومتعون على المنسع قدروا وعلى المقتل قدروا متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتمون من قبر أن تمسوهن وقد فردتم لهن فريضة فنسوهن ما فردتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيديه عقلة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة المسطى وقولوا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبالا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكنوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول وغير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياتهن علكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سنيع عليم من ذا الذي يقرض الله قربا حسنا فيضاعفه له أقعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الماء من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال ألعسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عنهم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قلب عث لكم قالوا تملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك إنه ولم يهت سعت من المال قال إن الله صفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسن والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عنين وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت في سكيلة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحملوا الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعنه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزوا والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجانوت وجنوده قالوا ربنا أفرم علينا صبرا وذبت أقدامنا وانصونا على القوم الكافرين فهزموا بإذن الله وقتل داود جانوت وآتا الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا نفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله أدو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر